إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا وأخطأت خطأ وهذا السفر على فكرة الشيخ معاد يسافر إلى الشيخ وليس الشيخ هو بالجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر سفرا طويلا حتى يحفر تخيّن أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يومين يوما فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه ثلاثة أيام وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان أفعلها الله أحب في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا ولكني سمعت النكع الفريدي شوية الحمد لله ربنا ألعب علي هو شهد مني من البصر سبحان الله الحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي بصر لا أريد أن يرجع الله لماذا؟ لماذا؟ لعل لا يكون لي حجة وعند الضحر فيه من القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف من لا ديني خائف متنجلا يسألني ماذا فعلت في القهان فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء فيه رحمته ولكنه ألعب علي بالقهان وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب واحد أذهب واحد فقط وليس معي أحبت لكن أبيه يخف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله